مهند الجهماني أبدأ معك لأننا تحدثنا كما قلت في بداية البرنامج في بلاتو لأكثر من مرة عن الظروف التي فرضتها جائحة كورونا وكيف تحدثنا عن ضرورة الذهاب إلى هذا البديل الرقمي ربما في وقتها ناقشنا بعض المعويقات أو أسباب عدم الذهاب أو تأخرنا في الذهاب عفوا إلى هذا البديل كنشر كنت مؤخرا حاضرا في مؤتمر بالشارقة للناشرين كان فيه جلسة خاصة بهذا الموضوع هل ممكن أن تضعنا في صورة ربما واقع هذا النشر في الوطن العربي بما أنه كان فيه حضور عربي قوي شكرا لك لغتاقسيا بالفعل ما ألا إليه مجال الكتاب بشكل عام بعد جاهد كورونا استدعى منا تضافر الجهود والبحث عن حلول أخرى أو منافذ أخرى لتوزيع الكتاب فكما تعلمون الكتاب له حلقات مرتبطة مع بعضها من بين حلقة التوزيع وهي عبر منابر منبرين أساسيا لهم هما المكتبات لبيع الكتب بالطريقة التقليدية وكذلك الصالونات الجهوية أي الصالونات الداخلية والصالونات الدولية هاتان النقطتان تأثرتا كثيرا بعد جاهد كورونا بالتالي ارتعينا أن نبحث عن منافذ أخرى وكما ذكرت فقد كان لنقاءات مؤخرا في الشارقة في مدينة الشارقة على هامش المؤتمر الموزعين دوليين حيث تم مناقشة هذا الموضوع وكان هناك طاولات كذلك في عدة حلقات حول هذا الموضوع تم عرض فيها تجارب دولية للتوزيع الورقي لتوزيع الكتاب الورقي عبر منابر المنصات الإلكترونية ألا وهو النشر الإلكتروني أنت تكلمت عن توزيع الكتاب هناك شقين لتوزيع الكتاب هناك الشق الورقي والشق الإلكتروني الذي هو البيدياف لكل أمر واضح بالنسبة للمستمعين البيدياف هناك بعض التجارب التي كانت خارج الجزائر يعني على منصات الأمازون وغيرها منصات ناجحة لكن الأنجح من هذا اللي كان نعتبره شيء ناجح وساعد الناشرين خارج الجزائر هو توزيع الكتاب الورقي عن طريق المنصات الإلكترونية أي وكأنها يعني خلينا نختصر القول أن مكتبات رقمية هناك كتب تعرض عن طريق المنصات الإلكترونية يتم طلب الكتاب ويتم توزيعه أو إيصاله عن طريق آليات معروفة هي آليات التوزيع أو التوصيل المعتادة موجودة في الجزائر